طبعاً السنتين الأولية اللي كان نمو أقل لأنه أنت كنت حديث أحد بالأزمة العالمية وفي نفس الوقت كانت سنوات التأسيس الأولى للبنك 2009 و2010 ولكن بعد سنوات التأسيس الأولى أول سنتين ثلاثة نحن الآن في السنة الرابعة جمع الأمية الرابعة وفي داخلين في السنة الخامسة فالكرف أو السهم التصاعدي لأداء البنك صار يتحسن أكثر وأكثر ولكن في نفس الوقت ما تريد تكون في وضع أنه كامل الأرباح تم توزيعها بشكل سنوي بدون ما أنك تقوي الوضع المالي للبنك الداخل ولكن نحن سعداء الحمد لله بالإنجاز في عندنا فرص كبيرة للنمو منها وليس أقلها اللي هو فتح الفئة الخامسة الفئة الخامسة اللي هي تمكن البنك من تقديم الخادمات المصرفية المتكاملة وتم تحديد الفرق وتم تحديد ستاف الموظفين اللي بيكون ماسكين هذه الخدمة ونتم متفائلين خير صراحة الآن لم تعودوا ببنك سثماري نعم هذا صحيح بالإسم القديم الآن أنتوا ببنك يقدم جميع هذه الخدمات ولكن فهمت أنه لن تكون خدمات ريتيل تقليدية صح قد تكون هي برايفت بنكينج أو؟ هي أكبر من برايفت بنكينج أرجع وأقول أنه أنت دائما ما شاء الله عليك الذاكر صح يعني قبل أسئلتك هو الكلام الصحيح احنا أخذنا الفئة الخامسة اللي يتمكن البنك من أن يكون بنك متكامل يقدم خدمات مصرفية متكاملة ولكن كون احنا بدأنا كبنك استثماري يعطينا ميزة أنه لما نفتح بنك كوميرشل بنك تجاري أنه يعني نقدم توليفها من المنتجات اللي نقدمها لعملاءنا من أصحاب الملائة المالية العالية احنا كبنك تابعين لمركز قطر المال عندنا ضوابط معينة في تعاملنا احنا بداية عملنا راح يكون يعني إلى حد كبير هو مثل ما تقول تقنيم بريمير سيرفس يعني خدمات يعني ما بغي يقول خدمات نخبوية ولكن خدمات لشريحة معينة هي مثل ما تقول الشريحة الوسطى والأعلى منها في سنوات قادمة قد يكون عندنا قدرة لتقديم الخدوات أو رغبة لتقديم الخدمات الأخرى للفئات اللي هي أقل دخلا لكن مثل ما أنك عارف البنك القطرية اللي موجودة في السوق صارها سنوات طويلة وعندها قدرة تنافسية كبيرة وإحنا كبن قطر الأول لا نريد أن نكون رقم إضافي ضمن مجموعة البنوك الأخرى ولكن يجب أن ندخل السوق بخدمة متميزة وهذا ما نعمل عليه أن نقدم خدمات متميزة للجميع ولكن يغلب عليها صفة الخدمات المصرفية الخاصة كل عملاءنا هم عملاء خدمات مصرفية خاصة إلى حين تقديم هذه الخدمات الآن في طور الترتيب لها سوف يبقى عملكم هو استثماري خلال هذه الفترة ما هو الرقم المرصود لأستثمار ربما حتى نهاية هذا العام؟ والله شوف إحنا قبل حوالي سبوعين أو ثلاثة سابيع تم زيادة رأس المال من خلال استقطاب مستثمر استراتيجي للبنك بـ 10% وهناك 10% أخرى نرغب في تسكيره هذه إذا نرجع للوراء فالبنك عندما تم تأسيسه في 2008 تعرف تم تأسيس البنك في شهر 8 و 9 فعلى دخول الأزمة العالمية إحنا بدأنا البنك برأس مال ذاك الوقت 80% من المصرح به بقية العشرين ورغبنا أن نسوقها عندما يكون البنك مثل وضعه الآن رابح ويوزع الأرباح بشكل مستمر وبشكل سنوي هذه السيولة التي توفرت بالإضافة إلى حصولنا وسيتم الإعلان قريبا عنها على توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية لأخذ سقوف بمئات الملايين لتمويل عمليات الاستثمار الجديدة هذه سيعلن عنها أتمنى أن يكون عندنا قدرة أن نعلن عنها خلال السبوعين الجاهة قبل جاست الصيف سيتم الإعلان في حينها عن خططنا لباقي السنة ولكن للسنوات الثلاثة القادمة لأنها تحمل أرقام أكبر من السابق البنك صار في وضع مالي أقوى تعدى مرحلة التأسيس والآن أصبح في مرحلة النمو الأكبر فأحنا متفاعلين صراحة أعود بك إلى بيت القصيد قضية الإدراج منذ عامين وأنتم تتحدثون الإدراج والإدراج والإدراج حتى الآن يبدو بأن الصورة غير واضحة أعلم أنه في مفاوضات طويلة مع هيئة قطر الأسواق المالية ولكن حتى الآن لا شيء في الأفق هل هذا صحيح؟ لا فيش شيء في الأفق نحن صحيح أن أعلننا السنة الماضية أن البنك بدأ إدراج البنك في بورصة قطر وهذا هدف رئيسي ومسؤولية علينا كمجلس إدارة أمام الجمعية العمومية بدأنا عملية استكمال الشروط والالتزامات المطلوبة من قبل هيئة قطر أولاق المالية قبل سنة أو عشر شهور وقبل حوالي شهر تم استكمال واستيفاء كامل المتطلبات وبلغنا برفع الملف إلى رئيس الهيئة سعد الشيخ عبدالله بن سعود واللي هو حريص جدا على مصلحة المؤسسات اللي خاضعة لمركز قطر المال اللي واحدة منها أو المؤسسات التابعة لمصرف مركزي بصفة محافظ أو اللي لها رقبها تدخل السوق لأنه هو رئيس هيئة الأوراق المالية فإحنا متأكدين من حرصه والملف موجود عند ساعاته وإحنا في تواصل معه على أساس تحديد التاريخ القريب واللي نأمل أنه يكون خلال أيام أو أسابيع قريبة جدا ولكن إحنا منطرفنا كبنك تم استيفاء واستكمال كافة المتطلبات وتم إبلغنا بذلك يعني بالألفين وثلاث عشر في إدراج في برصة قطر بإذن الله فإحنا كنا نطمع شهر ستة هو من نصف الأول صح؟ من صحيح فإحنا أطمع أن يكون نصف الأول من عام 2016 يعني خلال شهر أتمنى ذلك ونعمل جاهدين وبكل ما أتينا من جهد أن يكون في شهر ستة بإذن الله شكرا جزيلا شكرا لك شكرا شكرا لك نسبة ارتفاع تدريجية في معدل توزيع الأرباح خمسة ستة الآن سبعة في المئة ولكن معدل نمو في الأرباح هذا العام كان أفضل من السنوات الماضية لماذا كتفيتهم في التدريج في موضوع التوزيعات وبينما كانت معدل النمو كان أكبر في صحف الأرباح بسم الله الرحمن الرحيم طبعا السنتين الأولية اللي كان نمو أقل لأنه أنت كنت حديث أحد بالأزمة العالمية وفي نفس الوقت كانت سنوات التأسيس الأولى للبنك 2009 و2010 ولكن بعد سنوات التأسيس الأولى أول سنتين ثلاثة نحن الآن في السنة الرابعة الجمع الأمية الرابعة وفي داخلين في السنة الخامسة فالكرف أو السهم التصاعدي لأداء البنك صار يتحسن أكثر وأكثر ولكن في نفس الوقت ما تريد تكون في وضع أن كامل الأرباح تم توزيعها بشكل سانوي بدون ما أنك تقوي الوضع المالي للبنك الداخل ولكن نحن سعداء الحمد لله بالإنجاز في عندنا فرص كبيرة للنمو منها وليس أقلها اللي هو فتح الفئة الخامسة الفئة الخامسة اللي هي تمكن البنك من تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة وتم تحديد الفرق وتم تحديد استعاف الموظفين اللي بيكون مسكين هذه الخدمة ومتفاعلين خير صراحة الآن لم تعودوا ببنك سثماري نعم هذا صحيح بالاسم القديم الآن أنتو بنك يقدم جميع هذه الخدمات ولكن فهمت أنه لن تكون خدمات ريتيل تقليدية صح قد تكون هي برايفت بانكينج أو؟ هي أكبر من برايفت بانكينج أرجع وأقول أنه أنت دائما ما شاء عليك الذاكر صح قبل أسئلتك هو الكلام صحيح احنا أخذنا الفئة الخامسة اللي يتمكن البنك من أن يكون بنك متكامل يقدم خدمات مصرفية متكاملة ولكن كون احنا بدأنا كبنك استثماري يعطينا ميزة أنه لما نفتح بنك كوميرشل بنك تجاري أن نقدم توليفها من المنتجات اللي نقدمها لعملائنا من أصحاب الملائة المالية العالية احنا كبنك تابعين لمركز قطر المال عندنا ضوابط معينة في تعاملنا احنا بداية عملنا راح يكون يعني إلى حد كبير هو مثل ما تقول تقنيم بريمير سيرفس يعني خدمات يعني ما أبغى أقول خدمات نخبوية ولكن خدمات لشريحة معينة هي مثل ما تقول الشريحة الوسطى والأعلى منها في سنوات قادمة قد يكون عندنا قدرة لتقديم الخدوات أو رغبة لتقديم الخدمات الأخرى للفئات التي هي أقل دخلا لكن مثل ما أنك عارف البنك القطرية الموجودة في السوق صارها سنوات طويلة وعندها قدرة تنافسية كبيرة وإحنا كبن قطر الأول لا نريد أن نكون رقم إضافي ضمن مجموعة البنوك الأخرى ولكن يجب أن ندخل السوق بخدمة متميزة وهذا ما نعمل عليه أن نقدم خدمات متميزة للجميع ولكن يغلب عليها صفة الـ Private Banking الخدمات المصرفية الخاصة كل عملائنا هم عملاء خدمات مصرفية خاصة طيب إلى حين تقديم هذه الخدمات الآن في طور الترتيب لها سوف يبقى عمانكم هو استثماري خلال هذه الفترة ما هو الرقم المرصود لإستثمار ربما حتى نهاية هذا العام والله شوف إحنا قبل حوالي سبوعين أو ثلاثة سابيع تم زيادة رأس المال من خلال استقطاب مستثمر استراتيجي للبنك بـ 10% وهناك 10% أخرى نرغب في تسكيرها هذه إذا نرجع للوراء فالبنك عندما تم تأسيسه في 2008 تعرف تم تأسيس البنك في شهر 8 أو 9 فعلى دخول الأزمة العالمية إحنا بدأنا البنك برأس مال ذاك الوقت 80% من المصرح به بقت العشرين ورغبنا أن نسوقها عندما يكون البنك مثل وضعه الآن رابح ويوزع الأرباح بشكل مستمر وبشكل سنوي هذه السيولة التي توفرت بالإضافة إلى حصولنا وسيتم الإعلان قريبا عنها على توقيع اتفاقيات مع بنوك محلية لأخذ سقوف بمئات الملايين لتمويل عمليات الاستثمار الجديدة هذه سيعلن عنها أتمنى أن يكون لدينا قدرة أن نعلن عنها خلال السبوعين للجاهة قبل جاست الصيف سيتم الإعلان في حينها عن خططنا لباقي السنة ولكن للسنوات الثلاثة القادمة لأنها تحمل أرقام أكبر من السابق البنك صار في وضع مالي أقوى تعدى مرحلة التأسيس والآن أصبح في مرحلة النمو الأكبر فأحنا متفاعلين صراحة أعود بك إلى بيت القصيد قضية الإدراج منذ عامين وأنتم تتحدثون الإدراج والإدراج والإدراج حتى الآن يبدو بأن الصورة غير واضحة أعلم أنه في مفاوضات طويلة مع هيئة قطر الأسواق المالية ولكن حتى الآن لا شيء في الأفق هل هذا صحيح؟ لا فيش شيء في الأفق أحنا صحيح أن أعلننا السنة الماضية أن البنك بدأ إجراءات إدراج البنك في بورصة قطر وهذا هدف رئيسي ومسؤولية علينا كمجلس إدارة أمام الجمعية العمومية بدأنا عملية استكمال الشروط والالتزامات المطلوبة من قبل هيئة قطر أولاق المالية قبل سنة أو عشر شهور وقبل حوالي شهر تم استكمال واستفاء كامل المتطلبات وبلغنا برفع الملف إلى رئيس الهيئة سعد الشيخ عبدالله بن سعود واللي هو حريص جدا على مصلحة المؤسسات اللي خاضعة لمركز قطر المال أو المؤسسات التابعة للمصرف مركزي بصفة محافظة أو اللي لها رقبها تدخل السوق لأنه هو رئيس هيئة الأوراق المالية فاحنا متأكدين من حرصه والملف موجود عند ساعاته واحنا في تواصل معه على أساس تحديد التاريخ القريب واللي نأمن أنه يكون خلال أيام أو سابيع قريبة جدا ولكن احنا منطرفنا كبنك تم استفاء واستكمال كافة المتطلبات وتم إبلغنا بذلك يعني بالألفين وثلاثة عش في إدراج في بوصف قطر بإذن الله فإحنا كنا نطمع شهر ستة هو من نصف الأول صح؟ من صحيح فإحنا أطمع أن يكون نصف الأول من الفين وثلاثة عش يعني خلال شهر أتمنى ذلك ونعمل جاهدين وبكل ما أتينا من جهد أن يكون في شهر ستة بإذن الله